رح نحكي اليوم عن شيء كتير شائع وهو عم يضر العين وهو انسدال الأشفان وكتير من السيدات والرجال عم يلجأوا إلى عمل جراحي لحتى يشدوا الأشفان رح نحكي عن هالتكنيك رح نحكي هل في تطور بأنه يصير بعيدا عن الجراحة وجراحة العين مع الدكتورة بوسينا بدر الدين شيخة اختصاصية أمراض العيون وجراحتها صباح الخير دكتورة بوسينا أهلا سهلا فيك صباح الخير دكتورة صباح الخير مثل ما قلنا بالبداية أنه صار موضوع كتير شائع سواء بين السيدات أو الرجال للأسف حتى عم نشوفه بأمر شوي مبكر شو السبب؟ شو انسدال الأشفان بالأول وشو السبب؟ هلأ إذا نحكي عن الانسدال بشكل عام بالتعريف العريض لإله الانسدال هو أنه الجفن العلوي تبع العين ما نب موضوعه الطبيعي إنما هو نازل يعني توضع سفلي للجفن العلوي للعين هاي الحالة ممكن تكون ولادية وممكن تكون مكتسبة هلأ هذا الانسدال بشكل عام هلأ الانسدال الشائع عند العالم أنه هذا اللي هو بنقوله نحنا ترحه الأشفان أنه الجفون أو الجلد الزايد نازل على العين فبيقولوله انسدال هذا جزء من أنواع الانسدال يعني ما هو الانسدال الأساسي لأن الانسدال ممكن يجي خلقه مع الولد نوقات ما بيخلق وهي هي حالة خطيرة بالنسبة لإلنا من الناحية العينية للناحية الأبصارية للعين هون ممكن نعمل عملية بعمر صغير أو لا؟ تمام هلأ إذا الانسدال ناتج عند الطفن كان وحيد الجانب بشكل خاص ومغطي بوبه النظر يعني الحدقة تبع العين البوبه الأسود كان مغطى تقريبا نصه بهذا الجفن هذا حالة إسعافية يجب التداخل مباشرة ورفع الجفن لأنه إذا ما صار هالشي هاي العين حتنحرم من الإبصار كأنه عين مغطاية والعين المغطاية يعني لا تبصر وهذا الشي إذا صار بالأعمار الصغيرة حتكون دائم وغطش غير قابل يعني أنه يرجع مرة تاني هاي العين لا تبصر مرة أخرى فهي حالة إسعافية تعتبر لازم نرفع الجفن أسرع ما يمكن حتى يعني بالأعمار الأولى بالأشهر الأولى هلأ إذا كان هذا الانسدال مو شديد يعني منغطي بس ما أنه منغطي البوبه كامل يعني الولد عم يحاول يشوف من خلال مركز الحدقة عم يرفع راسه عم يتلعب بالموضوع منحاول يعني نأخر الموضوع والرائبه ليصير عمره مناسب للعملية دكتورة خلينا نتقل إلى الأعمار الكبيرة يعني ممكن تصير تسعب العملية أو شد الأشفان أكتر مع وجود يمكن ترخلات كبيرة تجعيد أو خلينا نحكي عن وجود تكنيك البوتوكس بالوشة يلي كثير من الأشخاص عم يستخدموها لشد الأشفان بس يمكن ما عم تزبط معهم خلينا نحكي قديش يمكن فرق بين العمل وبين العمل الجراحي والشد بالبوتوكس هلأ اللي انتوا اللي عم تحكوا عنه هو الانسدال الناتج عن ترهل الأشفان هلأ ترهل الأشفان إذا كان في جلد زايد ومؤدي أنه الجفن عم ينطغط على الجفن وينزل الجفن فهذا ما حيشيله البوتوكس البوتوكس هو بزيل تجعيد الحركة فقط يعني أنا عم بعبوس عم بزور في تجعيدة طالعة فأنه هذا الشي بزيله بالبوتوكس وقت ما نعطي بوتوكس بمنطقة الجبهة عم يؤدي ذلك إلى أنه ترفع الحاجب من الجفن الحاجب اللي يرفع عن العين فبتبين المسافة أكبر وبيبين أنه فتحة العين أوسع بس هذا ما بزيل الترهل ما بزيل الانسدال إذا موجود في شغلة هلا كتير شائعة وترند هي عبارة عن الخيوط الجراحية أنه عاملين كات آي أنه شادين الجفن بطريقة أنه عم تعطي منظر هاي السحبة تبع العين هلا هذا كمان بيسحب يعني بيرفع الحاجب نحنا بيحكي عن حاجب ما بيرفع الجفن اللي نازل فهو بيعطي سحبة للعين بس ما هو هذا اللي بيعالج لنا المشكلة الأساسية هدول التقنيات بس بزيد فتحة العين بدون ما تزيل المشكلة الأساسية إذا في تراهل أو انسدال هلا الانسدال إذا سببوا العمر فهو انسدال صفاقي من قل له أنه عضلة الجفن ما عم تقدر ترفعه للجفن هذا بيجي مع العمر ممكن يجي مع رض ممكن يجي مع حساسية إذا عم يعرك الواحد عينه بشكل مستمر هاي الأمراض الشائعة اللي عنده رمض ربيعي كتير بيعرقوا عيونه هذا بيؤدي أنه الجفن طبعهم بتلاقي عيونه هيك مثل الدبلانة نعسانين ماشينوا عيونه هيك يا دوب مفتحة هذا من قل له انسدال أنه جفنه نازل نتيجة العرك المستمر لأنه العضلة تبع الجفن رخت ونزلت لتحت فهدول اسمه انسدال صفاقي هذا بيجي مع العمر ممكن أنه التقدم من العمر أنه بيزيد التجاعد بسبب الجاذبية والوقفة المستمرة وجهنا كله بينزل لتحت فهذا كمان بيؤدي أنه هذا الجلد الزايد عم يتراكم وعم يخلي الجفن ينزل فهذا اسمه انسدال صفاقي هذا الانسدال تصليحه جراحي ما بيصير تصليحه لا بالبوتوكس ولا بالفلر ولا بالخيوط الجراحية تصليحه أنه هاي العضلة اللي فكت أو الرخت نحنا مضطرين نقد يعني نقصرها أو نقرب نعيد ارتكازها مرة تانية موضعه الطبيعي لا تقدر تشتغل وترفع الجفن دكتورة عم نشوف معنا صور أطفال عم بيعانوا وينكي من انسدال الأشفان هون السؤال إذا اضطرينا نحنا نعمل عمل جراحي لهدول الأطفال السؤال ممكن يرجع يصير معهم انسدال الأشفان على مر السنوات أولا ممكن هي تكون الحل الجذري إليهم هلأ هاي المريضة مريضة لقلي هاي صورتة كانت هاي بعد العملية وهي صورتة أثناء الجراحة الصورة اللي قبل الجراحة عم رب إذا ممكن نعيده الصورة قبل اللي قبل هاي صورتة بنبين إنه جفنة مغطي تقريبا الحدقة ونازل مو هاي الصورة هاي بعد ما تحقق العمل الجراحي أول صورة عرضتوها إذا في مجال بدي تنعاد ما عم تجد عليها الفكرة الأساسية إنه الجفن هاي بعد العملية الطفلة عم تعاني من انسدال جفن كامل ما أنا قدراني تفتحها الجفنة عم رأة صغيرة عم رأة خمس سنين ست سنين هدو اللي عمرون ليش نعرف إنه عمليات التجميل لازم تصير بعد الثمانتاعش هذا الشي صح أو لا؟ هذا الغلط للشائع هلأ الإنسدال عند الأطفال إذا ما نحكي عنه بشكل خاص هو مثل ما أنا ممكن يكون وحيد ممكن يكون بالعينتين سواء فهي الحالة اللي عم يعرضها هي حالة وحيدة الجانب الجفن من سدال كان البوبو شوي إنه ما مغطى فإنه بتاركينا للطفلي له هالعمر الأحسن عمر للتداخل على الإنسدال عند الأطفال هو قبل عمر المدرسة قبل ما يفوت على المدرسة لأنه مشان ما تتأثر وظيفته الدراسية يعني وزائفه وإداءه مدرسة مشان ما يصير فيه تنمر من أصدقائه عليه أنه شكل عينك غلط ليش هيك عينك عينه نازلة معنه طبيعي فأحسن عمر للتداخل هو قبل عمر المدرسة بعد أربع سنين للسبع سنين هذا العمر ممكن نتداخل عليه العملية الأساسية اللي قاله هاي صورة العضلة الرافعة أنه ساحبتها هاي العضلة اللي بترفع الجفن هاي العضلة بيكون فيها ضعف خلقي يعني أنه ما عم تشتغل مزبوط نحن منقصرها هي عضلة ما عم فعالة كتير فمنقصر هاي العضلة ومنعيد خياطة مرة تانية ع الجفن فبترجع بتشتغل فبتلاقي فتحة العين صارت نظامية الطفل المنظر طبعه كتير منيح الرؤية صارت منيحة فبنكون خلصناه منه شكل كتير حسب ضعف العضلة هذا بيعتمد على الحالة ممكن إيه لأنه خسب حالة العضلة إذا العضلة كتير مهلهة وضعيفة يعني ما نع عضلة حقيقة ليف أكتر ومندخلة بالشحن فبتلاقي أنه بعد فترة رجعت رخت بس بالعادة نحن عند هيك حالات نحن منقصر شوي زيادة يعني منحسب حسابنا أنه العضلة شوي حترخي طبعا فيه شروط تانية يعني بس للأساس أنه نحن التداخل يكون الأعظمي هو الأول تداخل ممكن ينعاد مرة تانية بتداخل أبسط هلأ هاي الطريقة بنسميها تقصير رافعة بس في طرق تانية بالحالات الشديدة في حالات بيجي عنا الطفل عينتين وقتنتين من سدلين فتحت عينه يا دو يعني وهذا باينة صغيرة العينتين بعض عن بعضهم شفونه من ناحية الوحشية مقلوبة فهدول منقلهم وهي حالة شاعة كتير عند الأطفال فلأ الولد هيك عامل ماشي عامل هيك هلأ خلقي أغلبة؟ خلق من عند رب العالمي بيكون المشكلة بالعضلة نفسها فهدول الأطفال بالعادة نحن ما منستغلهم هاي الطريقة تأصير الرافعة لأنه العضلة الرافعة تبعيتهم سيئة جدا هدول منعملهم شيء اسمه تعليق العضلة تعليق العضلة لأنه نحن منستخدم خيوط جراحية منفوت لعند العضلة ومنعلقها منستعين بعضلة تانية هي العضلة الجبهية فبيقدروا يفتحوا ويحركوا شفونهم عن طريق جبهتهم مو عن طريق العضلة الأساسية تبع الجفن هيقنسنا نقلا تعليق عضلة رافعة للجفن هادا التعليق ممكن كان قديم ما يعملوا بالخيوط الجراحية هلأ في طريقة منعملها عن طريق الفاشيالاتا منشيل من صفاق عضلة بالإجر اسمه فاشيالاتا مناخدها عن طريق منستعين بتأطباء الجراحة بيسمعونها ستريب هيك متل الشريط ومنعلق فيه هذا ديمونته أطول بيطلع كتير مقبول بس هذا مثلا مشرط الأساسي إنه يكون الطفل عمره فوق الأربعة عشر سنة عشر أربعة عشر سنة مشان نقدر نفتح هذا الجرح الكبير والعضلة تكون تكونت أيضا عضلة اليساق تماما دكتورة يعني خلينا نحكي عن الحالات الخاصة شازة يلي مستحيل ينعمل عمل جراحي لإله يلي فيه استثناءات ممكن هي تروح النظر على الأخير إذا عملنا فيه عمل جراح هاي اللي بليفرون فوموس إذا أحد الحالات الخاصة بس بتدخل عليها الجراحة بس بإيه تماما جراحية إلا علاج هلا فيه حالة تانية مثلا اللي هي ماركوس قن ماركوس قن إلا علاج بس علاجها مو سهل أبدا ماركوس قن أنه الطفل هو عم يأكل تلاحظوا الأهل أو عم يأكل لك جفن عينه هو نازل بينط بيرجع بينزل بينط يرجع بيطلع فهي الحركة ما حركة التم هو عم يأكل منقول لنا إحنا الطفل إذا عم نفحس وعنده إنسيدان منقول له حالته كيف إنك بتأكل عم يلوك علكة بتمك عمين هاي الحركة بتلاقي هي حركة تمه عم تحرك جفنه عم ينطزفنه ففيه تعصيب غلط بين عصب الفك السفلي والعين فهذا التعصيب الشاز أحد الحالات تعتبر الصعبة اللي نحنا منطلب منه لأنه من نقطع العضلة نحنا نستقصلها للعضلة نشيلها لأنه هي عضلة يعني شغالة هي بس تعصيبها غلط فما فينا نشتغل على التعصيب فمن نقطع العضلة ونرد نوصلها جراحيا هي تعتبر من الحالات الصعبة بس إنه إلا علاج هلا الحالة اللي ما فينا نتداخل فيه أبدا هو اعتلال العضلات اللي المترقي من إله يعني الجفن عم ينسدل عضلات العين ما عم تحرك هاي مشكلة بالتكوين العضلي للعين ماشي ورافع راسه لفوق وما فينا نعمله أي شي حالة تانية إذا كان فيه عنا منعكس من قلله منعكس بل هذا المنعكس إنه نحنا وقت ما من نام بشكل طبيعي إذا حاولت تفتح عين نايم بتلاقي عينه فوق هاي العين الطبيعية لازم تطلع لفوق أنت يو نايمة هذا الشي الطبيعي هلا فيه عنا حالات ما بتطلع العين لفوق فهذا بيؤدي إنه إذا إجينا صلحنا هذا الجفن ورفعناه العين أثناء النوم بعدها تحت ما فوق وبالتالي العين مكشوفة طول الوقت أثناء النوم وبالتالي بتتقرح وبتروح فمنضطر نحنا وقتا ما نعمل العملية جراحية ونستنى أنه هذا الطفل بده يقبل بوضعه بالحالي هلأ فيه شغلات تطورت غير الجراحة عم نستعين بالفنيين البصريات بالتقنيين هاي الحالات مثلا أنه الطفل طيب بده يشوق هاي نسبة كبيرة دكتورة هاي الحالات بنسبة مقبولة والله شي عشرة بالمية موجودين وأغلب ويراثي أسبابه أسبابه عصبية بشكل أساسي هي فالفكرة أنه نحنا ما عم نقدر نشتغل لهم جراحة شو منعمل لهم نتركون هيك كمان فعم يعملوا نضارات يصمموها إلى مثل العكفة من ورا بتسند الجفن لفوق فأثناء مثلا بده يدرس بده يشتغل بده يعمل لابس النضارة حقا عينه مكشوفة بس هو بحاجة أنه عينه مكشوفة مشان يقدي وظيفته العمي يقوم فيها بس بالليل أنه أنت شلت النضارة رجعت نزل الجفن لطبيعته ونحلت هاي المشكلة فهاي عم نستفيد منه أنه بتقنيات غير جراحية عن طريق مساند للنضارة ترفع هي الجفن هاي الحالات اللي فعلا بتوقف الجراحة عارزة قدامها الحالات خاصة كتير طيب لما منحكي نحنا عن اندال الشفان يصار فيه يمكن مثل هوس عند أغلب السيدات إذا بدنا نخصص شوي أنه أنا جفني نازل شوي بدأ أي تغيير فهي بترجع للجراحة لحتى تحسن أن المظهر إذا بدنا نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل وشو هي ممكن النصائح اللي ممكن تعطيها للسيدة قبل العملية وبعد العملية ممكن تحذيرات لحتى ما تفشل العملية هلا ترخل الأشفان اللي جلدي هو شيء شائع وخيصيب أغلب العالم يعني هذا مع تقدم بالعمر إجباري حيكون موجود هلا الفكرة الأساسية أنه مثل ما قلت لكم عرك العين ممكن يزيد الموضوع سواء هلا التداخل فيه شغلة شيء اسمه قبل الجراحة بس لنبهي عليها قبل هاي بيهم ممكن الصبايا والصغار اللي عنده فعلا جلد زايد مثلا عندها بتعاني من وزمات بتلاقي إنه بالليل منتفخوا عيونها التاني نهار الصبح منفوخين تكرارها الحالة عم تعمل رخاوة بالجلد وهي عمرها صغير تروح دغري على الجراحة فيه شغلة اسمها جبت بلازمة هاي عبارة عن جهاز بيعمل نقاط كيف بتكون عم تكوتري أو شيء نقاط على الجلد بتحرض الكولاجين به هالمنطقة وبتخليها تشد فيه شيء اسمه فراكشنال هادول مو جراحة هادول كتير شغلات وسيطة بس تستطب للحالات الخفيفة والأعمار الصغيرة اللي بيكون قسا فيه الجلد وفعالة وفعالة كتير فعالة وبيعطي نتائج كتير حلوة بحاجة جلسات يعني متعددة بس بيعطي نتيجة حلوة هلا مننجأ للجراحة بس فعلا يكون فيه كمية جلد زايد ما هيمشي معه هالحالة الجراحة كتير بسيطة وكتير سهلة وبس بدا انه يعني مراعاة القواعد الأساسية ليش؟ لأنه لكل ما شاء الله ما شاء الله صار يشتغل جراحة أشفان يعني من أطباء الأسنان أنتو طالعا فما عند محصورة بشي فالفكرة الأساسية أنه لازم فيه قواعد أساسية أنا ما بدي بالغ بالشد مشان ما أعمل مشكلة في كتير نحنا بيجينا بيجونا الاختلاطات بيكون عاملة ما بعرف عند مين وعند فلان أختار ملعي بيدكتورا اي يا العين ما عم تسكر هيك منظر العين مفتوحة يا عين أكبر من عين يا ما بعرف شو عاملين صارت وزمة دائمة يعني عملوهم ويرجعوا بعد سنة يعملوهم مرة تانية في كتير أغلاط عم تصير فهي ما عم يراعوا القواعد الأساسية بعمليات الأشفان فالمفروض أنه هاي تتراعى بعد العملية العملية مدتها يعني نص ساعة تقريبا لكل جفن إذا كان فيها شحم وما شحم من هالقصص بعد العملية الخيط اللي منحطه جراحي نسحبه بعد خمسة أيام يعني ما أنه وما بيبين علامو نحنا نكون نعلنه تجميليا فمنسحبه بعد خمسة أيام بترجع المريضة من تاني يوم لحياة الطبيعية مفتحة عينا ما في مشكلة المشكلة الأساسية تبعيتنا الوزمة ممكن نتطول حسب كل شخص وجسمه بس تروح الوزمة برجع المنظر الطبيعي ما في مشكلة نتمنى السلامة والخير للأطفال أولاً والكبار تانياً للجميع يعني شكراً كتير لألك دكتورة وسينا بدر الدين شيخة اختصاصية أمراض العيون وجراحتها شكراً على المعلومات لقدمت لنا شكراً لكم شكراً لكم